موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم سيدتي وسادتي في نشرة الأخبار هذه عنوانها موسيقى تمديد عمل البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في العراق ثلاث سنوات والإعلان عن عودة ثمانية وخمسين ألف عائلة نازحة لمناطقها موسيقى وزير المالية يرجح تأخر الرواتب لأسبوعين في حال لم يمرر قانون الاغتراض ويعلن خلوة موازنة العام المقبل من الدرجات الوظيفية موسيقى ذو المهن الصحية يتظاهرون للمطالبة بتعيينهم وتوفر التخصيص المالي لهم واستثنائهم من الموازنة موسيقى موسيقى تتابعون أيضا قبل يوم من الانتخابات الرئاسية الأمريكية بايدن يتقدم على ترامب بمعظم الولايات في أحدث استطلاعات الرأي موسيقى موسيقى بالمرأة والسلم والأمن تمديد عمل البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في العراق ثلاث سنوات وأكد الغزي أن العراق باشر بالخطة الثانية لتطبيق السلم والأمن للمرأة وتمكينها وفي ذات السياق أكد المتحدث باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء حيدر ماجيد عودة ثمانية وخمسين ألف عائلة نازحة إلى مناطقهم في المحافظات المحررة وإغلاق خمسة وثلاثين مخيما للنزحين في بغداد وكاركوك وكردستان بالنسبة للعراق هذه الخطة الثانية الوطنية لقرار 13-25 وقيمت هذا اليوم الجلسة الحوارية بمناسبة مرور العشرين عام على صدور هذا القرار الدولي المهم الذي يعنى بسلام والأمن للمرأة وأيضا كان العراق سباق بإقرار الخطة الوطنية على مستوى الشرق الأوسط أو المنطقة أيضا وكثير من الدول استعانت بها الخطة الوطنية التي تم إعدادها من قبل العراق في عام 2014 ونقلت هذه التجربة هذا اليوم هي الجلسة الحوارية برعاية أمم المتحدة ودارت تمكين المرأة للأمانة العامة لمجلس الوزراء لمناقشة الخطة الوطنية الثانية لهذا القرار وأيضا لدينا خطة ضمن الخطة الوطنية أيضا كيف تمكين المرأة اقتصاديا كي لا تستغل لقضايا أخرى بسبب العوز والفقر الموجود العراق هو الدولة الأولى في المنطقة التي وضعت خطة وطنية من أجل هذا القرار منذ عام 2014 وجاري العمل الآن على الخطة الثانية لقد عنا العراق الويلات خلال الفترة الماضية من النزاعات والحروب وبالأخص الهجوم الإرهابي لعصبات داعش على مناطق عديدة من العراق وتعرضت النساء للانتهاكات شديدة ويدعو هذا القرار إلى عدم المسامحة في هذه الاعتداءات وعدم المسامحة في جرائم الحرب وبالأخص تلك الجرائم التي ارتكبت ضد النساء والتي انتهكت فيها كرامة النساء في أزمة الرواتب قال وزير المالية علي عبد الامير علاوي إن رواتب شهر تشرين الأول قد توزع بعد أسبوعين من الآن في حال لم يمرر البرلمان قانون تمويل العرز علاوي أكد أن الرواتب ستطلق مباشرة في حال صوت البرلمان على قانون الاختراض معتبرا أن خيارات تعظيم الإرادات بالسرعة وعلى المدى القصير من أجل سد العجي شبه المستحيل علاوي استبعد أيضا تطبيق قرار 315 الخاص بتكيف أوضاع موظفية العقود والأجور اليومية في ظل عدم وجود قانون الموازنة مؤكدا أن موازنة 2021 لا تتضمن درجات وظيفية أسبوعان أو ثلاثة أو قد تطول أكثر هي مدة تأمين الرواتب للموظفين والمتقاعدين وحتى الرعاية الاجتماعية هكذا حسم وزير المالية عبد الأمير علاوي جدل الرواتب راهنا مجددا توفير السيولة المالية بتسويت مجلس النواب على قانون تمويل العجز المالي أما في البرلمان ما زالت المواقف متبينة البعض يطالب بتخفيض حجم الأموال التي طالبت بها الحكومة ويعد الرقم 41 تريليون دينار رقما كبيرا يتجاوز الحاجة الفعلية لتأمين الرواتب فيما يطالب أخرون باستضافة وزير المالية في قبة البرلمان لمعرفة أبواب صرف تلك الأموال وخطط الحكومة في الحدي من نهج الاقتراض وما بين الحكومة والبرلمان يبقى المواطن الخاسر الأكبر في تلك الدوامة التي أثرت كثيرا على واقعه المعيشي بالإضافة إلى انكماش حركة السوق التي ترتبط بشكل شبه كل بسيولة ناتجة من الرواتب والتي يتم وضخها في السوق وبالتالي تؤدي إلى تحريك عجلة القطاع الخاص الذي شهد تراجعا ملحوظا خلال الأيام الماضية اللجنة المالية نيابية من جهاتها كشفت عن إمكانية الحكومة اقتراض مبلغ مالي لسد العجز في رواتب الموظفين لشهر تشرين الأول من دون انتظار تشريع قانون العجز عضو لجنة جمال كوجر قال أن الحكومة ينقصها ترليون ونصف ترليون دينار لتسديد الرواتب وأن قانون العجز سيمضي للتسويت لوجود قناعة تامة لدى الجميع بضرورة منح الحكومة صلاحية الاقتراض والخلاف منحصر في المبلغ لا أكثر ويبدو أن أزمة الرواتب ستبقى مستعصية لحين التسويت على قانون تمويل العجز في البرلمان هذا ما كشفت عنه وزارة المالية التي أكدت أن العجز تجاوز ثلاثة تريليونات دينار وهما يتطلب ستة تريليونات دينار لسد النقص الحاصل فيما تؤكد اللجنة المالية النيابية أنه لا توجد أي علاقة بين توزيع الرواتب وتشريع القانون لا توزيع للرواتب دون تشريع قانون العجز المالي تقول وزارة المالية عجز مالي في السيولة النقدية يصل إلى أكثر من ثلاثة تريليونات دينار من مجموع أكثر من ستة تريليونات هي الحاجة الفعلية الشهرية التي تغطي رواتب الموظفين والمتقاعدين والنفقات الحارجة الأخرى هناك أي علاقة بين توزيع رواتب الموظفين وتشريع قانون هذا الربط وهذه البدعة فقط أحدثت هذه الحكومة من تقليص رواتب العليا المخصصات شكل أبع كبير على الرواتب الدولة يعني رواتب 22 مليار المخصصات تصل إلى 28-29 مليار وترفض اللجنة المالية النيابية عجز الحكومة عن توزيع الرواتب ورمي الكرة في ملعبها في وقت كشفت عن معلومات تفيد بأن الحكومة قادرة على توزيع الرواتب مطلع الأسبوع المقبل بعد استكمال تجميع مبالغ العجز من المصارف الحكومية والواردات الأخرى تفعيل القطاعات الصناعية هو عملية ضبط الحدود ودعم المنتج المحلي بمنع كثير من المنتجات التي يمكن تصنيحها مثلاً الملابس، الجلود، السراجة، الألبان، اللحوم، الزراعية هذه المنتجات تمكن تصنيحها بداخل وتوفر لنا فرص عمل كبيرة وتوفر لنا عملة صعبة ويعاني أكثر من سبعة ملايين مستفيد من الرواتب من تأخر تسلم رواتبهم للشهر الرابع على التوالي نتيجة العجز المالي والبون الشاسع بين الإرادات المالية والنفقات التشغيلية تأخير إن عكس سلباً على الوضع الاقتصادي في الأسواق وزعزع ثقة الموظفين والشرائح المستفيدة بالدولة وبينما تعول وزارة المالية على سرعة تشريع قانون العجز المالي أو الاقتراض لتأمين وتوزيع رواتب الموظفين المتأخرة تكشف اللجنة المالية النيابية عن أن الحكومة بإمكانها توزيع الرواتب بعد تكامل السيولة المالية لها سجاد الموسوي العراقية الإخبارية بغداد مرلمانية لدرجة مجلس النواب قانوني العرز المالي والمحكمة الاتحادية في جدول أعمال الجلسة المقملة وقال النائب عن تحالف الفتح أحمد الكناني لوكالة الأنباء العراقية قال أن البرلمان قد يعقد جلسته الخميس أو السبت المقبل من أجل القراءة الثانية للقوانين من جنبه قال مقرر اللجنة المالية النيابية أحمد الصفار أن اللجنة المالية تنتظر الجواب عن السؤال المرسل إلى مكتب رئيس الوزراء بشأن الحديث عن إمكانية تأمين الرواتب في حال عدم إقرار قانون العجز بعدها يتم تحديد مبلغ الاقتراض لا يمثل الأهداف التي شرع منها هكذا وصف قانون معادلة الشهادات الذي أثار جدلا واسعا في الأوساط الأكاديمية مطالبين بتعديله بما يحقق الرصانة العلمية تقرير سجا جاسم قرارات قانون معادلة الشهادات الذي صوت عليه مجلس النواب مؤخرا أثار جدلا واسعا بين الأوساط الأكاديمية والعلمية مطالبين بعدم التصديق على القانون المذكور نقابة الأكاديمي نظمت مؤتمرا صحفيا بيّنت فيه أن القانون لا يمثل الأهداف التي شرع من أجلها له تبعات سلبية وهذه التبعات السلبية ستؤدي إلى تراجع مستوى التعليم العالي في العراق منح الشهادات والألقاب العلمية مسألة يجب أن تقرى من قبل العاملين في وزارة التعليم العالي إذ أن إقرار هذا القانون جاء وفق آلية جديدة تتيح للعاملين في المؤسسات القطاعية فرصة الحصول على شهادات علمية يفتقر للكثير من المعايير المهنية والأكاديمية والتعليمية في الحصول على الشهادة العليا وكذلك في الحصول على الألقاب العلمية يمنح العدد الكبير من الموظفين خارج مؤسسة التعليم العالي للألقاب العلمية وهذا يتنافى مع هيكليات التنظيمية لمؤسسة التعليم العالي والعمل فيها إجراء تعديلات على قانون معادلة الشهادات هو أحد المطالب التي دعا إليها المعنيون بالجانب العلمي والفكري ما ينعكس على مدى الإفادة من الشهادات وحملتها والاستفادة منها في الجوانب العلمية والعملية من بغداد سجا جاسم العراقية الإخبارية تظاهر العشرات من ذوي المهن الصحية مما وزارة الصحة للمطالبة بالتعيين على الملاك الدائم واشدد المتظاهرون على ضرورة إصدار الأوامر الإدارية لتعيينهم وتوفير التخصيص المالي عبر استثنائهم من الموازنة الاتحادية يوم خرجنا بتظاهرة كبرى من أمام وزارة الصحة جميع كواتر المهن الصحية والطبية للمطالبة بالمباشرة أشوة بباقي أقراننا من الأطباء حصرنا سنة ونص دي ننتظر التعيين مباشرة كل يوم إحنا نظاهر الوزير يقول لنا ما عدنا على القرض لو نسيلكم استثناء مثل ما سوا استثناء للأطباء إحنا نطالب باستثناء هذا حقنا يعني السنة ونص آني قاعدة والله شنو لين آني تمريض أو لين آني معاون طبي ما أتعين لين نحتاج بس للطبيب زين المستشفى يقوم بس على الطبيب باستثناءنا من الموازنة ومن الاقتراض ونطالب بيئة المباشرة طبعا إحنا هذا حقنا صالنا سنة ونص قاعدين بدون عمل وبدون كل شيء يعريت أنه يساونا فتحة طالب مجلس الوزراء ووزارة المالية ووزارة الصحة بالمباشرة فورا فورا لأن هذا حق أمنيا أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية لطاحة بإرهابيين من منفذي مجزرة الخيلانية بقضاء المقدادية وذكرت الوكالة في بيان أن مفارز وكالة الاستخبارات تمكنت من القاء القبض على إرهابيين من منفذي مجزرة الخيلانية التي راح ضحيتها الشيخ علي فاضل الكعبي وأربعة من أفراد عائلته وأن المتهمين أو المتهمين مطلوبان وفق أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب لانتمائهما لعصابة داعش الإرهابية من جهة أخرى نفذت القوات الأمنية صباح اليوم عملية عسكرية في شرق محافظة الأنبار وقالت هيئة الحشد الشعبي في بيان أن قوة مشتركة من اللواء السبع واللواء الثاني بالحشد والجيش نفذت عملية ثأر الشهداء الأبرار وأن العملية جاءت لتامين قاطع عمليات شرق الأنبار منطقة الثرثار ابتداء من نقطة الشروع من جسر الشهيد اللواء الركن حسن عباس ووصولا إلى الاهداف المرسومة وبحسب الأحداثيات بشكل كامل في موضوع الانتخابات الأمريكية نفى الرئيس دونالد ترامب الأعلان عن فوزه في الانتخابات الرئاسية قبل تحديد النتائج الكاملة وحضر ترامب من إطالة فرز الأصوات بعد الانتخابات ومن المتوقع أن يتأخر إعلان النتائج في الولايات المتحدة بسبب أعداد قياسية للمشاركين في التصويت المبكر عبر البريد والتي تجاوزت تسعين مليون شخص وكانت وسائل أعلام قد كشفت عن توجه ترامب لإعلان فوزه في الانتخابات الرئاسية مساء يوم الثالث من تشرين الثاني دون انتظار النتائج النهائية حال تقدمه على منافسه الديمقراطي وفي خضم السباق الانتخاب الأمريكي نحو الرئاسة يزداد التوتر والخوف من نشوب أعمال عنف في العاصمة واشنطن الأمريكيون يحصنون محالهم التجارية بألواح خشب خشية من اندلاعي مصادمات هذا اللوح الخشبي الذي من المفترض أن يحمي هذه البناية هو واحد من مئات الألواح الخشبية التي غطت أبنية العاصمة الأمريكية واشنطن تحسبا لاندلاع أعمال عنف ليلة إجراء الانتخابات في الثالث من نوفمبر تحصين واجهات المحال التجارية في واشنطن ومدن أمريكية أخرى يعكس حجم المخاوف من احتمال حصول فوضى وأعمال عنف عقب إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية وترتبط تلك المخاوف بالجو العام الذي يبدو فيه أن أي من طرفي المعادلة السياسية في الولايات المتحدة غير مستعد لقبول نتيجة الانتخابات إذا كان الفائز من الطرف الآخر ليلة الانتخابات سأرسل محامي للتحقق من النتائج يقول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ملقيا بظلال من الريبة على نزاهة العملية الانتخابية تشكيك يخبرون أمريكيون بأنه قد يكون السبب الذي دفع العاصمة واشنطن للاختباء وراء ألواح الخشب قد يخسر الرئيس الانتخابات ولكنه سيرفض مغادرة البيت الأبيض بهدوء وأعتقد أن هذه الاحتياطات تعكس بؤس البشهد السياسي ويقول آخرون إنهم قلقون بشأن الأيام التي ستتبع الثالثة من نوفمبر ومن انتخابات قد يطول انتظار إعلان نتائجها بغض النظر من الفائز سيكون هناك عنف لسوء الحظ هذا حال البلد كلا الطرفين يعتقدان أن خيارهم هو الخيار الوحيد والفريد لا بد من إيجاد حل الوسط ليس سوى ساعات تفصل ملايين الأمريكيين عن معرفة الفائز بمنصب الرئاسة في وقت يتسابق فيه المتنافسان مع الزمن منتقلين بين ولاية وأخرى لكسب أكبر عدد من الأصوات في ماراثون تشير الاستطلاعات إلى أن مرشح الحزب الديمقراطي جو بايدن قد يكون الفائز فيه ولكن كما في السابق تبقى الانتخابات الأمريكية حبلة بالمفاجآت زين إبراهيم للعراقية الإخبارية من العاصمة الأمريكية في واشنطن في تركيا أعلنت السلطات التركية ارتفاع عدد قتل الزلزال الذي ضرب مدينة بساعة مئة سرير وبتقنيات متطورة افتتحت العتبة الحسينية مركز الشفاء في مجمع المرجان الطبي في بابل لعلاج مرضى كورونا العتبة أكدت أن هذا المركز هو الثاني عشر الذي أنشأته في عموم البلاد بساعة مئة سرير وعلى مساحة تقدر 1400 متر مربع ضمن مدينة مرجان الطبية في بابل العتبة الحسينية تفتح مركز الشفاء الثاني عشر لمواجهة أزمة كورونا وفق مواصفات فنية عالمية مركز الشفاء الثاني عشر من ضمن سلسلة كبيرة أيضا من هذه المراكز في داخل مدينة مرجان الطبية في محافظة بابل الساعة السريرية مئة سرير المساحة الكلية 1400 متر مربع مزودة بمجموعة من المواصفات الفنية العالمية من ضمنها منظومة الأكسجين المركزية التأسيس في داخل كل الردهات مزودة بخزان 17 طن بالإضافة إلى منظومة التهوية والتبريد المدعومة بالضغط السالب الذي يبدل الهواء على عدد الدقائق لغرض منع انتقال العدوى ما بين المصابين وما بين الكوادر الطبية والتمريضية منذ وصول جاحة كورونا بلدنا العزيز تم تشكيل خلية 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 خدمة تقدم خدمات متنوعة منها توفير معامل الأكسجين ومستشفيات في كل المحافظات وكذلك عدد الوقاية والمكافآت المالية والمعنوية للكوادر الصحية العاملة يشكل مركز الشفاء الثاني عشر وفق المسؤولي المؤسسة الصحية في بابل عاملاً داعماً لإمكانيات المحافظة في مواجهة الوباء لا سيما إذا كان على مستوى عالي من الخدمة الطبية والفندقية مفخرة لنا أنه ردها تنشئ بهكذا خدمات فندقية وهندسية بهذا الحجم بسعة مئة سرير ستزيد من السعة السريرية لمدينة مرجانة الطبية وكذلك إلى دارة صحة بابل في مواجهة جائحة كورونا في ظل هذا الظرف الصعب نتمنى العراق أنه ما يصاب بالموجة الثانية بوجود الكوادر والإمكانيات اللي متوفرة ندعو جميع المواطنين أي واحد يعد أعراض أنه يروم المستشفى وهذه المراكز التخصصية كونها مراكز حقيقة يعني على مستوى عالي بالبروتوكولات العلاجية العالمية نأمل أن نتخطى المرحلة المقبلة من جائحة كورونا في محافظة بابل إذن وفق أحدث التقنيات وبزمن قياسي أنجزت العتبة الحسينية هذا المشفى في بابل ومن المؤمل أن تقيم في المرحلة القادمة مستشفى للأطفال يتكون من 17 طابقا من بابل إيمان محمد العراقية الأخبارية طالب ذو الاحتياجات الخاصة بضرورة تمكينهم داخل المجتمع من خلال تطبيق القوانين الخاصة بهم فيما أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية استنفار ملاكتها من أجل تقديم الخدمات لذو الاحتياجات الخاصة المطالبة بالحقوق المقررة بالدستور لذو الاحتياجات الخاصة بدت واضحة من خلال الاحتفالية التي أقامها تجمع عراقيون في توجه لإصال صوتهم بعد معاناتهم مع المراجعات والروتين وإيقاف رواتبهم بداعي عدم تحديث البيانات تتحدث بيانات يجيك الباحث للبيت يحدث بيانات كاملة ينمك تراجع الوزارة قلت بياناتك ما وصلتني يعني وأبسط مثال على هذا الشيء آني راتب متوقف من 2016 لهاي اللحظة مع وقين الحركية أريدهم يوفرون المستزمات الطبية مثلا مثل كراسي كهربائية يعاني من الراتب يعاني من الطرق الميسرة يعاني من تعديل القانون وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أكدت استنفار كل قدراتها للاستمرار بالدوام الرسمي وإتمام معاملات المستفيدين والمعينين مختصرة النفقات على الضروريات تم شمول 98 ألف وتسعة وثلاثين مستفيد من المعين المتفرق في العدد الموجود الكلي بحدود 157 ألف مستفيد هم المشمولين هناك 57 ألف مستفيد مكملين إجراءاتهم ومشمولين نصهم عدم ماستر كارت ونص الآخر مكملين استمارتهم فقط ينتظرون ماستر كارت وتقاريرهم الطبية كاملتين لكن لم يستلموا الرواتب لحد هذا اليوم بسبب عدم توفر التخصصات المالية وجرى الحديث عن أهمية توفير المستلزمات الطلبية والكراسي المتحركة وتهيئة البنية التعليمية المناسبة فضلا عن زيادة رواتب المعينين من بغداد زيد الطائي قناة العراقية الإخبارية وبمناسبة أسبوع المودة والرحمة ذكرى ولادة الرسول الأعظم أقامت دائرة التعليم الديني في الوقف السنية احتفالية استذكرت فيها السيرة العظيمة والقيم النبيلة التي يرساها خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وآله المزيد في هذا التقرير بنور إطلالته التي بزغ فيها فجر أنار الظلمات واستبشرت بمقدمه الأفلاك يحتفل كل عام بمولد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم نبينا الأكرم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ارتأت دائرة التعليم الديني ودراسات الإسلامية أن تقيم هذا الحفز احتفاءا بهذه الذكرى العطرة تخللت هذه الفعاليات التي تعبر جميعها عن سعادتها الغامرة بهذا المولد الكريم نحتفل اليوم في ديوان الوقف السني ومع المدارس الإسلامية وثانوية التربية الإسلامية بمناسبة مولد الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم وحبيبنا وقدوتنا وسيد الأنبياء وخاتم الأنبياء والصالحين دائرة التعليم الديني والدراسات الإسلامية بديوان الوقف السني أقامت لمناسبة المولد النبوي الشريف احتفالية برجل حول الأرض من بضعة قرى وشعاب إلى دولة وأمة فدائرة التعليم الديني في ديوان الوقف السني تعلن حبها لرسول الله صلى الله عليه وسلم وجاءوا لكي يقول العالم أننا جميعا على نهج رسول الله وعلى سنة رسول الله إن شاء الله هاي تمثل المدارس الإسلامية والمواهب الموجودة بالمدارس الإسلامية وإن شاء الله كل مدرسة مثلت مواهبها كل مدرسة جاءت مواهب تختلف عن الثانية حفل تخللته كلمات وقصائد وأناشيد وتوزيع هدايا للمشاركين في أجواء ملأتها البهجة بولادة شفيع الأمة والسراج المنير لا زال فيض ولادته منها لن تغترف منه البشرية للآن أروع صور المحبة والإنسانية والتسامح وتجدد الاحتفال به على هكذا مستويات هو لإرواء عطش الحاجة الدائمة لشخصية كلمصطفى محمد منشد الأسدي العراقية الإخبارية بغداد إلى الختام تمديد عمل البرنامج الإنماء للأمم المتحدة في العراق ثلاث سنوات والإعلان عن عودة 58 ألف عائلة نازحة لمناطقها وزير المالية يرجح تأخر الرواتب لأسبوعين في حال لم يمرر قانون الاقتراب ويعلن خلوة موازنة العام المقبل من الدرجات الوظيفية ذو المهن الصحية يتظهرون للمطالبة بتعيينهم وتوفير التخصيص المالي لهم واستثنائهم من الموازنة تابعتم أيضا قبل يوم من الانتخابات الرئاسية الأمريكية بايدن يتقدم على ترامب بمعظم الولايات في أحدث استطلاعات الرأي شكرا جزيلا لكم إلى الأبعاء اشتركوا في القناة